يطيكوا العافية شباب، إحنا اليوم بدي نحكي عن إضاءة المصابيح للطلاب اللي طلبوا مني أني أرشأ أشرح إضاءة المصابيح طبعاً ياريت أنكم مستعينين بالمخطط تبعنا عشان نحل الأسئلة وخير شوف أمثل ما أبعضهم نحلها في سؤال أول أدرس شكل مجاهر وحدد ما يحصل لكل مين قراءة الأميتر الأول هايو قراءة الأميتر الثاني هايو يا جماعة قراءة الفولت ميتر هايو هون وإضاءة جميع المصابيح طبعاً إذا متى الشرط إذا احترق فتيل مصباح ألف هايو عنا احترق فتيل مصباح ألف طيب خير نبدأ بالبداية خير نحكي إنه قبل طبعاً أنت مهمتك يقول لأنك تحسب مقاومة مكافئة في الدارة كل مصباح بحد ذاته يمثل هايبدأ أكتب هون كل مصباح يمثل بحد ذاته ميم مقاومة كهربائية فهو السؤال طالب أني نحسب أو أحدد ما يحدث لكل هاي الأجهزة والمصابيح إذا احترق فتيل مصباح ألف فخلنا نحسب المقاومة المكافئة قبل الاحتراق يعني قبل ما يحترق قبل ما يصير أي شي يب تبقوا عني كان لدينا طبعاً مصباح أول جي مصباح ثاني با ومصباح ثالث ألف لا جي زولة كانها موجودة بالدارة ما بتعمل معها فإذا بدأ وجد مقاومة مكافئة في عندي مقاومتين هون توصيلهم توازي فطبعاً مقاومتهم متساوي فمقاومة أحدهم على عددهم ميم على تنين في مقاومة معهم على التوالي اسمها ميم فزائد طبعاً ميم إذا بدأ جد مقاومة مكافئة بواحد مقامات هاي تنين بتطلع عند المقاومة مكافئة تساوي ثلاثة ميم على اثنين يعني مقاومة مكافئة تساوي واحد مص ميم خلنا نجرب ندرس المقاومة المكافئة بعد الاحتراق هلأ مقاومة مكافئة بعد الاحتراق تساوي هلإذا احترق فتيل مصباح ألف دلغي ألف من كل رسمة فصفى أنا عندي مقامتين بس منصولات على التوالي تذكوا إذا لغيت ألف طلعوا بمشي بألف كلها عبر ما أصد نقطة تفرع ومشيت بألف كلها نقطة تفرع السلك بلون الأزرق هذا كله ملغية جماعة فبعد الاحتراق صارت المقامة الكلية تساوي بس مقامتين توصيلهم بتوالي لأنه السلك هذا كله لغنا فمقامته مكافئة تساوي 200 وإذا بديك تلاحظ أنت هون في الشكل أنه الفرق بين قبل الاحتراق وبعد الاحتراق أنه عملية الاحتراق اللي صارت بالسؤال أدت إلى زيادة قيمة المقامة المكافئة يمكن بالمخطط أنا قلت لك أنت تتبع معي بالمخطط هذا الكلام كان موجود تحت بند إلغاء توازي في حال إلغاء مقامة توازي منعرف أن المقامة المكافئة بتزداد مباشرة طيب يقدر تحدد المقامة المكافئة في الدارة قاعدة تزداد هلأ إذا بروح على معادلة بسيطة ممكن بخلال حساب التيار فالتيار يساوي القوة الدافعة الكهربائية عن المقامة الكلية أنا بذكرك معادلة الدارة بسيطة قوة الدافعة لا تتغير في الدارة هايها قافتال بطاري موجودة في الدارة وثابتة انساء لياها بس لما تقولي أن المقام مكافئة قاعدة تزداد في الدارة بعرف أن التيار الكهربائي الكلي في الدارة قاعد بقل إذا يقل تيار الدارة الكلي واللي بقيس تيار الدارة الكلي الى WHO المربوط مع البطاري مباشرة ال Destroy comic 1 فأقدر أحدد أن قراءة الأميتر رقم واحد تقل في داخل هذه الدارة نكمل هلأ هو لسه قاعد يسألني عن فولتميتر هذا المسبوك بين طرفي هذه المقام أو المصباح اللي هو جيم هلأ نستخدم قانون أوم بحكي أن المقام تساوي جيم على تام هالي المقام اللي هو المصباح جيم أنا بقصد فيها فالمصباح جيم كمصباح مش قاعد بنفصل ولا إشي ولا بسرل إشي في الدارة فهو كمقام كهربائي ثابت وانت متذكر في قانون أوم أنه بكون الجهد والتيار متلازمتين بالنسبة لأميم وميم ثابتة فأنا حددت أنه التيار الكهربائي الكلي في الدارة اللي بيطلع من البطارية هذا التيار تيار كلي حكينا يقل فإذا قل التيار يرافقه مباشرة نقصان في فرق الجهد الكهربائي مهم متلازمتين والعلاقة بينهم ترضية وخطية فبقدر أقول لك أنه الجهد تبع المصباح جيم بده يقل ومعنى أنه الجهد تبعه يقل يعني قراءة الفولتميتر تبعه راح تقل فتقل قراءة الفولتميتر حددت شو صار قراءة الفولتميتر خيني أسأل هسا عن أميتر رقم اثنين الأميتر رقم اثنين يا جماعة أي عن الأميتر الثاني أو قراءة الأميتر الثاني شو بيصر لها الآن إذا إنت شغال معي بالمخطط زي ما اتفقنا إحنا حكينا الأسلاك الفرعية بنعكسها عن سلك الرئيسي أنا السلك الرئيسي حددت أنه تيار طبع يقل لعاد السلك الفرعي له زي هذا السلك اللي هو التيار تا خيني سميه تا با تا المار بالمقاومة با مباشرة أحكي له أنت يا طبعه يزداد حدا بدي أسألني ليش مع التفسير أو التعليل بدي أحكي له لأن التيار كان يتجزأ على المصباح ألف وبا التيار كلي يجمع كان بس يجي كان يتفرع على المصباحين للمصباح ألف وكان نروح على المصباح با هلأ لما انفصلت على المصباح ألف أصبح يمر تا كلي في مصباح با فبالنسبة لبا استفادت بالنسبة لبا التيار تبعها يزداد هلأ عشان تحدد شو صار لإضاءة المصابيع فأنت بتجد تحكم عليها من التيار كهربائي تبع كل واحدة منها يعني إذا باجع على المصباح جين اتفقنا أن التيار كهربائي المار فيها في درستنا هنا اتفقنا أن التيار يقل فمصباح جي مباشرة تحدد أنه تقل شدة إضاءته هلأ بالنسبة للمصباح طبعا مصباح ألف ما هو منطفئ لأنه تنفصله منطفئ هلأ بالنسبة للمصباح با اللي هو آخر مصباح لنا مصباح با ما انتحددت أنه التيار كهربائي تبعه يزداد فلهيك رح تقولي أنه تزداد شدة إضاءته لدينا سؤال ثاني يا جماعة هون اللي هو فكرة هاي من الكتاب وهي فكرة وزارة من الالفين متحان الالفين تسعطاش السؤال بيحكي يدرس الدارة كهربائي المجار وحدد ما يحصل لكل مئتي تفصل السؤال قبل الشي قراءة الأميتر الأول هايو قراءة الأميتر الثاني هايو وقراءة الفولت ميتر هايو في السؤال وإضاءة جميع نصبيح طبعا بشرط إذا فتحها مفتاحها هاي مفتاحها هلأ بديك بس تشوف معي زي عملتك قبل الشي حكتلك هدد ما يحدث المقامة المكافئة في الدارة فخد نحسبها في حالتين المكان مفتاحها مفتوح ونحسبها لما أغلق طبعا لمكان مفتاح في درستنا مفتوح لما فتح المفتاح في السؤال صارت المقامة مكافئة تساومين لأنه أنت لما تفتح المفتاح بتلتغي المصباح التحت بطن موجود له باب كل السلك هذا بلنار هيك فبضل عندي مصباح واحد له ألف هلأ عندما كان مفتاح مغلق طبعا هو اللي ما يقولي في السؤال إذا فتح المفتاح لعاد في الأصل إحنا نفترض مقام مغلق بعدين فتح المفتاح لما كان مغلق كانت مقامة مكافئة عندي مقامتين في السؤال لما كان مغلق هاي محسوب بمعنى مقامته مكافئة تساومين على اثنين يعني مقامة الكلية كانت يجمعها مص ميم فأصبحت مقامة الكلية ميم يعني بقدر أن نستنتج أن المقامة الكلية في الدارة قاعدة تزداد ويمكن حكينا قبل شوي إذا استخدمت معادلة التيار كهربائي يساوي قوة دافعة كهربائية على محصلة مقامات كهربائية قوة دافعة لها البطارية هاي مش قاعد تتغير في السؤال مقامات كهربائية حددت أنه قاعد يزدادوا في السؤال فهيك بدي أحكي أنه التيار كهربائي الكلية في الدارة قاعد بقل قل نحكي أنه يقل التيار الكلي في الدارة ملاحظتي بس اللي حاب أحكي لك يا هون أنه حددت أن تيار الكلي طبعا قاعد بقل يعني لو أقول لك عن قراءة الأميتر الأول المشكوة مع البطارية هاي لأنه هو يمثل التيار الكلي فرح تحكي لي أنه قراءته والله يا أستاذ قاعدة بتقل خلصنا من الأميتر الأول بس إحنا نسا مطلوب لنا الأميتر الثاني ومطلوب لنا قراءة الفولت ميتر لبين طرف هاي مقام طبعا مستحيل عرف الفولت ميتر غير ما أني أحدد شو بصير للأميتر فالتيار قاعد بقل أو بزداب بدروس وبعدين بحدد شو بصير للفولت ميتر طيب هاد أحد الحالات الخاصة اللي شرحت لكو إياهم إذا بديك تطلع على السلك اللي عندي في السؤال السلك هادا ما بيحتوي على مصبيح السلك الرئيسي أنا بقصد فش في مصبيح ما بيحتوي على مصبيح نهائية هلأ الأسلاك الفرية تحتوي على مصبيح يمكن بفرق عن هذا السؤال خير مثل أجل بورق أرجيك هون أنه كان على السلك الرئيسي فيه مصباح اسمه جي فاشتغلت كامل شغلي على المخطط تحددتشو بصير السلك الرئيسي وبعدين حددتشو بصير السلك الفرعية تمامو حكيان سلك الفرع عكس الرئيسي هون فيش على السلك الرئيسي بيحتوي على بطارية طبعا سلك الرئيس بديوني أحدده هاي ببشي من طرف البطارية عبر ما أوصل تفرع طرف البطارية الثاني عبل ما أوصلت فرر ما في عسلك الرئيسي يا جماعة مصباح فليصار أنه الأسلاك الفرعية يبقى كل شي فيها ثابت يعني معنى آخر الجهد تبعهم بيبقى قيمته ثابت تيار الكهربائي بمر فيهم بيبقى ثابت اللي بتحكيه ليش أستاذ يضل الجهد والتيار ثوابت بدي أقول لك أول شي التوصيل توازي فلما أسألك البطارية قوة تدابع مثلا 5 فولت رح يكون لمكان مفتاح مغلق جهد المصباح اللي فوق 5 فولت وجهد المصباح التحت 5 فولت إذا فتحت المفتاح فصلت المصباح التحت طب المصباح الفوق كم جهده؟ نفس جهد البطارية برضو 5 فولت فالجهد بقية ثابت طب ليش أستاذ التيار بقية ثابت؟ أنا بكل بساطة لو أنا أجوينيك نحسب التيار التيار لمكان مفتاح مغلق زمان كان يساول قوة الدافعة على المقاومات المقاومة لمكان مغلق حكينا نصف مين فالتيار كله كان 2 قاف دال على مين هلأ لما يتجزأ التيار هاضي أنا بدلالة قاف دال ومين بحسبه لأني معرفش كم قيمة مين هلأ لما يتجزأ التيار هاضي بتجزأ لقاف دال على مين وبتجزأ للثاني قاف دال على مين وهو مقامتين متساويات لما يتجزأ لهم التيار بتجزأ بالتساوي يعني إذا كيان أسمي اسم في زيائي 2 تا بدي يتوزع لتا ولا تا خلنشوف الآن تا لما الآن مفتاح صار مفتوح تيار يصوي قوة دافعة على مقاومة كافية لما كان مفتاح مفتوح مين يعني صف الاسم اللي اطلقنا على قاف دال عميم سميناه تا فالتيار تا طلع بقي التيار ثابت بس أنا عطتكم خطة في المخطط تمام وقلت لك أنه في الحال الخاصة هاي إنت بدون ما تقعد تفكر كتير أي شي على الأسلاك الفرعية يبقى ثابت وإي شي على الرئيسي بطبقله المخطط بعيد أي شي على الرئيسي بطبخ المخطط اللي أخدناه وإي شي على الفرعي بيبقى ثابت وبنسبل لهون أي شي�가 الرئيسي يطبق عليه المخطط أي شيعة الفرعي طبعاً عكس الرئيسي إذا الرئيسي بيقل كل شي فيه على الفرعي بدو يزداد إذا كل شيء الرئيسي قاعد بزداد على الفرعي كل شيء قاعد بقل طبعاً إضاءة المصابيح يا جماعة حكينا همنوحكم عليها منه بس لما تسألني هسا عن المصابيح ما ليحق المصابيح ألف كونه حدث أنه كل شيء في المصابيح بقي ثابت سواء تياره أو جهده إذن بقول لك إضاءته تبقى ثابت لا تتغير شدة إضاءة هذا المصباح